اخترت لكم اليوم من سور القرآن العظيم لكي نقوم بفهم معانيها واستجلاء العبر والعضات من آيتها سورة عظيمة مباركة هذه السورة من قرأها ومن فهم معانيها ومن عمل بأحكامها فإن الله تعالى يعطيه اليقين في قلبه ويمتعه بالصحة والعافية في جسده سورة قرآنية صغيرة الحجم عظيمة المعنى مجرد أن تقرأها وتفهم معانيها وتعمل بمقتضى أحكامها فربنا عز وجل تكفل بأن يعطيك اليقين في قلبك تشعر بنور الإيمان تشعر بالطمأنينة تشعر بالسكينة تشعر بالفرحة بالله تعالى فرحنا بالله والنعمة الثانية التي يكرمنا بها الله عز وجل هي عافية البدن بدنك يكون سليما لن تحتاج إلى طبيب ولا إلى عشاب ولا إلى راق لأن هذه الآية تعطيك القوة وتعطيك الصحة وتعطيك العافية فقد روي عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ هذه الصورة أعطاه الله خصلتين العافية واليقين هذه الصورة هي صورة التين التين والزيتون وهي التي قال فيها ربنا عز وجل في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أهو مولانا العظيم هذه الصورة أي الأحب الكرام يقول عنها العلماء والمفسرون بأنها تتحدث عن جغرافية الأديان تتحدث عن جغرافية الشرائع الكبرى ربنا عز وجل بدأ بقسم هو يقسم يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذا يسمى قسم ربنا يقسم لماذا يقسم ربنا عز وجل لأن الخلق لا يكادون يصدقونه هناك مجموعة من الخلق يكذب أمر الله ويقول هذا مجرد كلام هذا مجرد خرافة هذه مجرد أساطير الأولين فالله تعالى يقسم بهذه الأشياء قسم مغلط والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذا هو القسم والمقسم به لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلى آخر الآيات ما معنى هذا القسم الذي أقسم به الله تعالى أقسم بالتين والزيتون ربنا عز وجل له أن يقسم بمشأ التين والزيتون إشارة إلى هاتين الشجرتين الكريمتين اللي فيها منافع كثيرة وثمارها فيها نفع ولدة أين توجد التين والزيتون توجد في أرض الشام وبالضبط في فلسطين في بيت المقدس هنا إشارة إلى بعتة سيدنا عيسى بن مريم روح الله عليه السلام وكأن الله تعالى يتحدث بالبقعة الجغرافية التي منها بعت سيدنا عيسى بن مريم فلسطين بيت المقدس يقسم الله تعالى بهذه البقعة الطاهرة والتين والزيتون وطور السينين طور السينين هو طور سيناء وهو المحل المحل الذي بعت فيه سيدنا موسى عليه السلام حينما كلمه الله تعالى سيدنا عيسى لما كان في فلسطين كان دائما يستضل بشجرة الزيتون ويستضل بشجرة التين ويأكل منهما لأنهما مباركتين أما سيدنا موسى عليه السلام فحينما كان في صحراء سيناء وكان مع أهله وحينما رأى ذلك النور حينما أرد أن يأخذ جدوة من النار هناك سيسمع الصوت يحدثه إني أنا الله لا إله إلا أنا هناك سيدنا موسى سوف يطلب من الحق جل جلاله أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى ساعقا هذا الجبل تسمى جبل طور في صحراء سيناء ومن هذا قال الله عز وجل والتين والزيتون وطور السينين إنه طور سيناء المكان الذي بعت فيه موسى عليه السلام ثم قال والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين هذه إشارة إلى بقعة جغرافية عظيمة وهي مكة المكرمة البلد الأمين يعني هذا هذا إشارة إلى مكان نزول الوحي على قلب سيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهذا البلد الأمين يعني البلد الحرام سماه الأمين لأن هذا البلد فيه الأمان دوما وأبدا يأمن فيه الخائفون سواء في الجاهلية أو في الإسلام ربنا عز وجل مدحه فقال أولم يروا أن جعلنا حرما آمن أولم يروا أن جعلنا حرما آمن فيه الأمن والأمان وكان سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام دوما يدعو الله تعالى بأن يعمى الأمن والأمان على هذا البلد الأمين يعني مكة المكرمة البلد الحرام كان يقول رب اجعل هذا بلدا آمن رب اجعل هذا بلدا آمن وفي دعاء آخر يقول رب اجعل هذا البلد آمن بالألف واللام اجعل هذا البلد آمن فربنا عز وجل أقسم بهذه الأماكن الثلاثة التي تسمى جغرافية الأديان التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين يعني المسيحية واليهودية والإسلام كلهم ذكرهم الله تعالى بسياق واحد ونفس الكلام الموجود في القرآن موجود أيضا في التوراة وموجود أيضا في الإنجيل لأن كل هذه الكتب المقدسة تخرج من مشكات واحدة ولكن هذه الكتب فيما بعد سيطاله التحريف والتبديل ماذا نجد في التوراة التي أنزلت على قلب سيدنا موسى عليه السلام ذكرت هذه الأماكن التلاتة جاء في توراة موسى عليه السلام أن قال وجاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران النسل اليهودية النسل العبرية حينما يقرؤون نسل التوراة يفهمون معنى ما معنى جاء الله من طور سيناء يعني كلم الله تعالى موسى بن عمران في طور سيناء يعني هو لق لنأوى طور سيناء وأشرق من ساعير ساعير هو الجبل لكن في البيت المقدس في فلسطين الذي بعت منه عيسى عليه السلام واستعلن من جبال فاران ما هي جبال فاران هي جبال مكة ربنا في التوراة تحدث عن جبال مكة والتي منها أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نلاحظ أن النص التوراة ذكر هذه الأماكن المقدسة بالترتيب الوجودي حسب ترتيبها في الزمان فأقسم بالأشرف ربنا أقسم بالأشرف وهو التين والزيتون يعني مكان فلسطين في هذه الشجر المباركة هذا مكان شريف فربنا أقسم بالأشرف ثم أقسم بالأشرف منه الأشرف منه وهو طور طور سيمين وهو المكان الذي أنزل فيه موسى ثم أقسم بالأشرف منهما وهو البلد الأمين يعني مكة المكرمة ماذا نفهم من مطلع هذه الصورة أيها الأحباب الكرام ربنا عز وجل أراد أن يطلعنا على رسالة وهي إشارة إلى الترابط الوتيقة بين الأديان والملل والشرائع السماوية الكبرى هناك ترابط قوي ما بين دين موسى عليه السلام ودين عيسى عليه السلام ودين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم كلهم جميعا هو الإسلام ربنا عز وجل ما عنده إلا دين واحد يسمى الإسلام لكن ما شهن اليهودية والنصرانية اليهودية هو لقب أطلقه اليهود فيما بينهم حينما كانوا يستغفرون ربهم بين يدي نبيهم الكليم موسى عليه السلام فقالوا إنا هدنا إليك إنا هدنا إليك يعني اهتدين إليك ربنا هدنا إليك ومن تم سم باليهود اليهودية هدنا إليك أما النصرانية فهي تسمية أطلقها الحواريون على أنفسهم لما قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله نحن أنصار الله فسموا بالنصرانيين فهذه تسمية إنما أطلقها أتباع الدينة على أنفسهم لكن الله تعالى فقط أطلق على الجميع اسم واحد وهو الإسلام أطلق على أتباع موسى وعلى أتباع عيسى وعلى أتباع سيدنا محمد كلهم أطلق عليهم الإسلام اقرأوا معي في القرآن الكريم في التوراة ماذا يقول رب العزة يقول إن أنزلنا التوراة فينا هدى ونور يحكم بها النبيؤون الذين أسلموا يحكم بها النبيؤون الذين أسلموا للذين هادوا أسلموا الإسلام وكذلك يقول الله تعالى عن الحواريين أتباعي سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ماذا قالوا واشهد بأن مسلمون واشهد بأن مسلمون فكل الشرائع إنما بعثت بالإسلام لهذا كان النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فالأنبياء كلهم إخوة من علات يعني أنهم من طين واحد من نشكات واحدة ولكن أمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس هناك إلا الإسلام والديانة اليهودية هي التسمية التي أطلقها الحاخامات على الدين اليهودي والنصرانية هي الكلمة أو التسمية التي أطلقها الرهبان والقساوسة والأساقفة على أتباع دينهم وسيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء جميعا يؤكد هذه القضية ويقول بأن الدينه هو الإسلام ماذا يقول رب العزة؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما تأكيد على أن الدين الوحيد هو الإسلام عند جميع الأنبياء والمرسلين وإنما هذا الدين يتطور كل مرة يزيد إلى الأمام حتى وصل مكتملا ناضجا على عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن يرعب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه سبحان الله شخص كان في كندا وهو مغربي مسلم وجاء بعض المبشرين وقدموا إليه الإنجيل فقالوا له نحن نقدم لك هذا الإنجيل من أجل أن تعتقنا الديانة المسيحية فقال أنا مسلم قالوا له إن الديانة المسيحية فيها السلام وفيها الرحمة وفيها المحبة فقال لهم كل ذلك موجود في القرآن فكان جواب هذا الشاب لهؤلاء المبشرين قال لهم هل تفهمون شيئا في الإعلامية؟ فلافوماتيك هل تفهمون فيها؟ قالوا نعم الإعلامية لغة العصر نفهم منها جيدا قال لهم من الأفضل؟ واش لا نوفيل فرسيون ولا الفرسيون ليقديم فقالوا الإعلامية تتطور ولكن اللي بغي يشتغل ده بلآن خصو يشوف الآخر موديل لا نوفيل فرسيون هي الأساس هي اللي فيها القدرة على العمل والشي الأخر قدام قال يوم هكذا شأن الأديان ربنا عز وجل كل مرة يبعث كتاب فيه شريعة وفيه أحكام ثم يتطور حسب الزمن والمكان ثم جاءت النسخة المنقحة النهائية ببعتة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن معنى الآية يقول الله تعالى ويقسم يقسم قسما مغلضا بكل هذه الأمور التي ذكرناها يقسم ويقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين على مدى يقسم ربنا سبحانه يقسم على المقسم عليه ما هو المقسم عليه هو تتمة الآية والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين ربنا عز وجل إنما يريد أن يقرر هذه الحقيقة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافرين الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي خلقه الله تعالى في أحسن وأجمل وأكمل تقويم انظروا إلى الحيوانات انظروا إلى الطيور انظروا إلى الحيتان انظروا إلى كل المخلوقات حولنا يبدو الإنسان هو الأجمل وهو الأكمل كافة المخلوقات خلقها الله مكبة على وجهها كلها مكبة على وجهها إلا الإنسان خلق معتدل الخلقة منتصب على قدميه لا يمسي على قدميه الآخرين يمشون على حوافر انظروا إلى الغنم إلى الخيل الى البغال والحمير الى الكلاب الى القطط الى السلحفات الى الطيور الانسان خلق في احسن تقويم عينين ولسانا وشفتين وتام الخلق متناسب الاعضاء منتصب القامة معتدل الخلقة حسن الصورة هذا معنى قول الله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذا من ناحية الشكل اما من حيث المضمون فالانسان خلق سويا بفطرة سليمة الفطرة الاصلية التي خلقنا عليها موافقة لدين الله لما قال رب العزة فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم انها الفطرة السليمة الانسان كل الناس جميع المخلوقات خلقوا في احسن تقويم لكن فيما بعد جاءت الشياطين واغرتهم لكي يغيروا ولا امرنهم فليغيرن خلق الله هذا وعد ابليس قال يا رب هذا الانسان سوف امره ويغير خلق الله ويغير شريعة الله ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ما الذي وقع ان الانسان الذي خلق في احسن تقويم قال رب العزة ثم رددناه اسفل سافلين يعني هذا الانسان لما كان معززا كان مكرما وكان في اعلى صورة واجمل صورة للاسف لم يستقم لامر الله لم يسير على منهاج الله رفض دين الله فاذا به يرتد ربنا عز وجل ينكسه ثم رددناه ارتكس رددناه اسفل سافلين صار اسفل من الحيوانات وسار اسفل من البهائم اولئك كالانعام بل هم اضل بل هم اضل الناس الذين ينكرون وجود الله او الذين يسخرون من شريعة الله او الذين يحاربون دين الله او الذين لا يستنكفون عن ذكر الله ولا يتواضعون لجلال الله او يؤلهون انفسهم مقام الله كل هؤلاء نستغفر الله ونعود بالله من السوء كلهم ينطبق عليهم قول الله تعالى ثم رددناه اسفل سافلين صار يهتم باسفل الامور وسفاسف الاخلاق واسفل سافلين والعياد بالله قيلة هي النار لان النار فيها مقامات الجنة فيها مقامات عليا طبقات فوقها فوق بعض والنار فيها عمق بعضها اسفل من بعض فبعض الناس يسمون في اسفل سافلين يعني في مقام نازل من النار والعياد بالله موضع الملحدين وموضع المشركين وموضع العصات المتمردين على ربهم نستغفر الله ونسأل الله السلامة والعافية لكن الله عز وجل استثنى ماذا استثنى؟ قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الحمد لله هناك استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هم الفرق الناجية؟ الذين آمنوا بالله سواء من اليهود أو النصار أو المسلمين حينما يتبعون دين أنبيائهم في زمانهم هؤلاء كلهم مؤمنون إلا الذين آمنوا آمنوا بالله تعالى وبتوحيده وصدقوا بأن هذا الكون إنما خلقه إله عظيم وله نظام متماسك وأن كل شيء بأمر الله ولا يشكون قيد أنملة في توابط الإيمان إلا الذين آمنوا آمنوا وقارنوا إيمانهم بالعمل الصالح الإيمان وحده لا يكفي لابد أن يكون مقترنا بالعمل الصالح الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات أنهم يتنفسون في فعل الخيرات الصالحات كثيرة وكل ميسر له ميسر لما خلق له هناك من خلق للصالحات أنه يذكر الله يذكر الله كثيرا هذه صالحة وهناك من خلقه الله ويسره لخدمة الخلق أنه يبني ويشيد ويعمر وهناك من خلقه الله تعالى يعدل بين الناس وأنه يكف الظالم عن ظلمه وينصف المظلوم وهناك من يقول كلاما حسنا للناس المهم الأعمال الصالحة كثيرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربنا وعدهم ما هو الوعد فلهم أجر غير ممنون يعني أن لهم أجر غير مقطوع في الدنيا والآخرة من أراد السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة عليه أن يتصف بهاتين الصفتين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع يعطيهم ربنا عز وجل أفراح ومسرات متوترة يعطيهم نعم وخيرات متكاترة يعطيهم في الدنيا الراحة النفسية يعطيهم السعادة الأبدية وفي الدار الآخرة يعطيهم نعيما لا يزول أبدا ولا يحول يعطيهم من الخيرات ما الله به عليم وقد قال أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أدن سبعة ولا خطر على قلب بشر أجر غير ممنون أي غير مقطوع ليس له نهاية هكذا يقول الله تعالى قسم ومقسم عليه ما هو القسم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذا القسم المقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون هنا قسم ومقسم عليه القضية كل لغة في فكرة واحدة ربنا أقسم بهذه المظاهر العظيمة بمكان نزول عيسى بن مريم عليه السلام ومكان نزول سيدنا موسى عليه السلام ومكان نزول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقسم بجغرافية الأديان والشرائع لكي يقرر قضية بأن الناس سوف بعد أن خلقهم الله تعالى في أعلى عليين صاروا في أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع ثم ينهي ربنا عز وجل هذه الفكرة وهذه القضية المطروحة للنقاش فيقول فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أي أيها الإنسان لماذا تكذب بالدين لماذا تكذب بأن هناك بعث ونشور وأنت ترى نفسك بأنك كنت شابا قوي البنية ثم صرت كهلا ثم بدأت شيخا هرما وسوف تودع أين ستذهب بعد موتك هناك بعد الموت هناك بعث ونشور وحساب هناك يوم الدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ما دعنا أن نقول بلى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا قرأ أحدكم والتين والزيتون فأتى على آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقول بلى بلى وإن على ذلك من الشهدين بلى وإن على ذلك من الشهدين فلابد أننا نوقن بهذه القضية بأن الإنسان خلقه الله تعالى في أحسن تقويم لكن رده إلى أسفل سافلين ويقع الاستثناء للمؤمنين الذين عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ذكرنا في أول تفسير هذه الصورة المباركة صورة التين والزيتون بأن من قرأها وعد الله أن يعطيه اليقين في قلبه ويعطيه العافية في بدنه اليقين كلما كررتها باستمرار ستشعر في قلبك بأنك وكأنك ترى الجنة والنار رأي العين يصبح عندك يقين بجلال الله ووجود الله وكرم الله وعزة الله وفي جسدك هناك شفاء شفاء خصوصا وربنا تكلم عن التين والزيتون قالوا بأن هاتين المادتين لكالهم خصوا على الريق الفوائد للتين والزيتون لكالهم يعطي الله واحد صحة وعافية جيدة وفي القرآن العظيم ربي عز وجل غير ذكر التين مرة واحدة وغير ذكر الزيتون سبعة مرات احتقلوا العلماء اللي بغير دير واحد الخلطة صحية بهذه الآية القرآنية أنه كيدير التين واحدة بجانب سبع بتع الزيتون وكان ديروا خلطة وكان ناكلوها كانت شافاه كانت شافاه وحد شفاء عظيم فالقول العلماء بأن لكي يأكل التين والزيتون خصوصا على الريق عنده فوائد كبيرة يمد الجسم بالطاقة بالحيوية كي يخلي الإنسان في شباب دائم التين والزيتون كي يخفض لنا ضغط الدم عند ارتفاعه يخفض لنا نسبة الكوليستيرول في الدم كي يقوي نباضات ديال القلب التين والزيتون كي يعطينا واحد الطاقة اللي كي تحفظنا من الإصابة بأمراض القلب التين والزيتون كي سهل لنا عامة الهضم لأنه كي يحتوي على ألياف كتنظم عمل ديال المائدة وكتحد من اضطرابة الهضم التين والزيتون كي ساعد على نقصان الوزن لنملك ناكله وهو غني بالألياف كتشعر بالشبع ما كتبقى جدي تفتا تاكل كي نقص لك الوزن ديالك ثم إنه كي قوي العظام يبني العظام في مادة الكالسيوم وفي معاد لازمة لبناء العظام وتقويتها وكي يحفظنا منها شيشة العظام ثم إن التين والزيتون كي يوقي النساء من الإصابة بسرطان تدي المرة اللي كتخاف من السرطان تدي معلها غير تكل التين والزيتون أتبقى دائما سليما ثم التين والزيتون كي يعطينا تحسين الرؤية اللي عنده مشكلة في البصر يأكل دائما التين والزيتون على الرق يفطر به لأن فيه فيتامين وعنده عنصر الحديد كي يحمي العين من الإصابة بالأمرض وكذلك التين والزيتون كي ساعدنا كذلك على حماية البشرة من الأشياء الفوق بنسجية أنه كي سكل ألام دي الجسم وخصوصا التين والزيتون كي خلصنا من الأعراض التقدم في السيم والشيخوخة المبكرة لهذا فجاء في الحديث النبوي الشريف أن هذه الصورة كل من قرأها ربنا عز وجل وعدنا أن يعطينا يعطينا الصحة والعافية واليقيم ثم هذه الصورة تعطينا بأن الأنبياء كلهم جاءوا من عند الله تعالى والمفروض أن يكون أصحاب الأديان السماوية جميعهم على كلمة سواء أنهم يدعون إلى السلم والسلام ويدعون إلى التعاون بين الأنام ويسعون لعبودية الرحمن ترجمة نانسي قنقر